قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بالإجماع بوجوب تجنيد طلاب المدارس الدينية اليهودية في الجيش وأكد القرار عدم وجود إطار قانوني يسمح بالتمييز بين طلاب المدارس الدينية وغيرهم من المرشحين للخدمة العسكرية موضحاً أنه لا يجوز للدولة إصدار أوامر تعفي هؤلاء الطلاب بشكل شامل من الخدمة العسكرية هذا ومن المرجح أن يحدث هذا القرار صدمة في اتلاف رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو ويأتي القرار بتجنيد المتشددين ليزيد الخناق على رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو الذي خرجت مظاهرات حاشدة تطالبه بالرحيل يوم السبت الماضي قالت وسائل إعلام إسرائيلية أن حوالي 150 ألف متظاهر تجمعوا في تل أبيب في احتجاجات مناهبة للحكومة ضمن ما وصفته بأكبر احتجاج تشهده إسرائيل منذ 7 أكتوبر وندد المتظاهرون بإتلاف نتنياهو واتهموه بعرقلة الوصول لاتفاق يضمن الإفراج عن المحتجزين في غزة ومطالبين بإجراء الانتخابات فوراً للمزيد معنا من حيفا الباحث في مركز تقدم أمير مخول سيد أمير مرحباً بك معنا تبعت معنا بلا شك هذا القرار للمحكمة العلية تلزم فيها الحريدين بأداء الخدمة العسكرية كيف تبدو ارتدادات هذا القرار على الساحة السياسية الإسرائيلية؟ هناك قد تكون الجبهة الأصحب بالنسبة لنتنياهو أن يتجاوزها في المرحلة القالية هناك إمكانيات لا تزال لديه إمكانيات مناورة في غزة إمكانيات مناورة سياسية مقابل لبنان لكن هذه تضيق عليه الحصار وتهدد تماسك الاتلاف الحاكم لأول مرة نحن أو يعني التوقعات هو ما سيحسم الأمر أولاً المرجعيات الدينية للأحزاب الدينية أن قادتها السياسيين مترددين في الخروج من الحكومة ويفضلون بقاء فيها لكن قيادات الدينية قد تأخذ منحة آخر في الدفاع عن التيار ككل وعن تاريخ هذه التيارات القائمة على عقيدة أن خدمة التوراة هي أهم من خدمة الجيش أو خدمة الدولة وبهذا المفهوم قد يؤدي إلى إسقاط الحكومة طبعاً لك في إضافات يعني جوان إضافية بهذا القد نعم هل سيبدأ هذا التجنيد فوراً برأيك سيد مخول أم أن القانون سيبقى حبراً على ورق لأن المعارضة تخوفت من احتمالية حصول ذلك يعني كان لافت بشكل خاص أن المستشارة القانونية للحكومة طالبت على الفور بعد صدور قرار المحكمة العليا بأن تقوم الدولة فوراً بتجنيد 3000 من الشباب الحردين في سن الجندية وهذا عملياً ومنع تمويل المدارس الدينية التي يدرس فيها هؤلاء وأيضاً في اتخاذ عملياً إجراءات تضمن تجنيد إضافي وهناك في نفس اليوم اليوم كان في إعلان أو تمرير اقتراح قانون أولي بطالة أمد الخدمة للإحتياط بسنة إضافية يعني من جيل 40 الإعفاء حالياً يتم يصبح بجيل 41 أي إضافة عبئ آخر على جنود الإحتياط الذين يخدمون في الحال الإسرائيلي هذا صدع الإسرائيل الأساسي الذي يرافق إسرائيل منذ نشأتها وحتى قبل نشأتها في المشروع الصهيوني وهو الآن يعود إلى الطاولة وقد يحسم الأمور في الشكل الخارطة السياسية وبعد النظر عن جانب العسكري أو الجيشي لكن قد يحسم الأمور في مفهوم التحالفات السياسية هنا في هذه النقطة سيد مخول هل من الواضح أن يتخذ الحزبان الدينيان المنخرطان في التشكيل الحكومي لنتنياهو هل من الواضح أنه سينفرط عقد هذه الحكومة وبالتالي إسقاطها أم لا لا ليس بالضرورة يعني في هذه المرحلة على الأقل هناك لا تزال بعض الإمكانيات المناورة في حال نجحة حكومة مدير قانون في إعفاء يعني في نوع من قولبة إعفاء الحرديم وهذا قد يحصل لكن بأي اتجاه قولبة هذا الحكم بأي اتجاه يمكن إعفاء أو قولبة هذا الحكم سيد مخول بمفهوم أنه من يخدم في المدارس الدينية هو يقدم خدمة إلى الدولة أو يقوم بخدمة مدنية معينة يعني تعتبرونها خدمة مدنية وهذا يتحل الدولة أولا لإعفاء ويتحل لها أيضا تمويل للمدارس الدينية والقضيتين والطبطات تماما لكن أعتقد من الصعب جدا لأنه ستكون هناك عدة احتجاجات أولا في الشارع وستكون احتجاجات قانونية أو الكمسات قانونية ويبدو أنه من الصعب جدا تمرير مثل هذا القانون لأنه لا يوجد عليه إجماع بتاتا حتى بداخل حزب الليكود الحاكم هناك من يعترض عليه بما فيهم رئيس لجهة خارجية والأمن ووزير الأمن نفسه سنستمر في أدن النقاش ولكن سنورد هذا التصريح للوزير السابق في مجلس الحرب الإسرائيلي بني جانسا الذي عبر عن تأييده ودعمه لقرار المحكمة العلية الإسرائيلية بشأن تجنيد طلاب المدارس الدينية في الجيش جانس طالب الرافضين من اليمين المتشدد في إسرائيل لقرار المحكمة بضرورة إعادة النظر في ذلك مجددا الدعوة لانتخابات مبكرة اليوم يوم تاريخي بالنسبة لإسرائيل لأن المحكمة العلية قررت أنه لا تمييز بين المواطنين الإسرائيليين وكل مواطن إسرائيلي يجب أن تكون في خدمة الجيش من أجل أن يكون هناك عدالة وطنية حتى يتسنى لنا تجاوز كل المصاعب والتحديات التي نواجهها أنا دائما أحترم قرارات وأحكام المحكمة العليا ولكنني قلق بأننا يجب أن نصل إلى حل لأن هناك اعتبارات السياسية وهذه الاعتبارات السياسية في وقت الحرب ليست بناء سيد مخول استمعنا لغانس وربما لأطراف عديدة في المعارضة تدلو بدلوها تجاه هذا القانون وكيف يمكن أن تستفيد أحزاب المعارضة من غضب الحريدين برأيك؟ الاستفادة الوحيدة هي ليست في كسب أصوات إضافية والمعارضة لن تستطيع إسقاط هذه الحكومة الاستفادة الوحيدة الممكنة هي في إحداث الشرخ الذي أحدثته المحكمة العليا اليوم بين الحريديم أو الأحزاب الدينية المتزمتة سواء الجناح الشرقي أو الأشكنازي فيها مع متنيعه ومع حزب الليكود الذي هم في شراكة تاريخية معه مع هذا الحزب منذ أكثر من 40 عام الآن المعارضة أعتقد سوف تقوم بتنافر أكثر مع جمهور الحريديم لأنها تطلب تجنيدهم يعني غانس يمثل الجناح العلماني الأكثر نزعة عسكرية وهذا ويراهق به المتدينون إشكالية يعني خاصا المعنيين في ربط الخدمة العسكرية بعكس نتنياهو الذي يناور في هذه القضية وهو مقبول يعني على يعني هو يوفر به أسهل لهذا الطيار لكن أعتقد المشكلة هي أنه النار بدأت تلتهم الاتلاف الحاكم من داخله وهذا ما يخشاه نتنياهو وقد يذهب إلى يعني يفرض عليه هذا الواقع الذهاب إلى تحبيل موعد انتخابات مبكرة سواء كان سيسقط أم لا يسقط أو تحدده من تأجير انتخابات وليس بالضرورة أن تسقط حكومته بعد الانتخابات أو أن ينزل عن الحكم سريعا هل تعتقد بأن نتنياهو قد يتجه لهذا القرار وهو يستميت بشدة طرق حتى ولو على حساب أمن إسرائيل باستمرارية الحرب هل تعتقد بأن نتنياهو سيرمي المنشفة في نهاية المطاف؟ لا هو لا يرميها بهذا المفهوم هو يضمن عملياً نتنياهو يهتم أن تكون لديه قتلى من 52 أو 53 عضو كنسة حتى يمنع أي اتلاف آخر يتشكل لأنه أي اتلاف آخر سوف يتشكل سيكون بحاجة كي يكسب أكثر من 60 عضواً إلى الأحزاب العربية وهذا أصبح في العرف السياسي الإسرائيلي بكل تياراته غير شرعي وغير مقبول خاصة بعد أكتوبر هذا الشيء غير ممكن اليوم وأعلن جانس أنه لن يكون أو لبيد أنه لن يعتمد للمرة على أي الأحزاب العربية لذلك أعتقد نتنياهو يستطيع أن يبقى في هذه الحالة لفترة طويلة كحكومة تصريف أعمال حتى لو لم يكن لديه الأغلبية التي تتركيب اتلاف حاكم جديد شكراً جزيلاً لك أستاذ أمير مخول الباحث في مركز تقدم كنت معنا من حيفا شكراً لك